السلام عليكم و مرحبا بكم في ديليس ديواليد إن شاء الله تكونوا كامل بخير و على خير اليوم جيتكم بصفة خفيفة سهلة على الصيف اللي هي اليسوفلي بو أنا كانت عندي شوية تا تشكتوكو رح نفرصي اليسوفلي تاو عنا بتشكتوكو و لا باط رح نديرها كي ما تعرفوها و شاركتها معكم شحن مختارة لا باط تع نسميها عشر دقائق بارك رح نديرها بشوية يعني شوية صحية بشي كمال مال فنديرها رح نديرها بالفارينة الكاملة مع شوية الفارينة لهاديك البيضة حكذاك حتكون شوية صحية و كي ما قلتلكم لا داني عفوا لنسي يمبدل يعني لنسي يمبدل شوية في الوصفات باش نرجح حم الصحيين و واحد يقدر يأكلهم و يكون مهني كي ما هاد ليسوفلي هادو ما شوفوا الأفار ستاحم يعني بتشكتوكاش فيها فرماج خفاف و ماشي يعني مزيتين ولا الموهم ما نطووش عليكم حم بدا في الوصفة هنا يشوفوا فريسي بيونتا عدرت كاز غربات عحلي بدا في نحن ندر معا نص مغير فاس كبيرة تع خميرة الخبز ما نعموروهاش بززاف خادش يسوفلي ما نسحوهمش خا بزاف من الفخين ندرت نص مغير فا كبيرة تع السكر تقدروا تعودوها بدبس التمر هادا كده ما حبيتوش تديروا السكر ديروا واحد هكذا كا نص مغير فا كبيرة تاين تع دبس التمر وهنا يوش عندي عندي تلتمية و عندي ميتين و خمسين قرام تاع الفارينة الكاملة لا فارين كاملوت و 100 قرام تاع الفارينة البيضة يعني كلش 350 إذا حبيتو تديروا بالكيسان تقدروا زوج كيسان هكذا كتاع الفارينة الكاملة و كلا صغير وبعض تعود اسمها هذيك الفارين برونش يعني اللي تحلكم تقريبا 350 كلش شوفوا هنا يقدرت شوية من هذيك الفارينة مع هذك الحليب والخميرة والسكر ما كترش بالزاب حتوين ولات عندي هكذا عجينة شغل لي كذا كتوفي يعني جارية هذا هو يعني هذي كما قولوه العجينات عشر دقائق يعني نديروا يمبات كذا تكون جارية نغطيها بالبابي هذا فيلم و نخليها تخمر لمدة عشر دقائق عشر دقائق حتى لاربع ساعة يعني ذو كامعة سخانة عشر دقائق راح جيسوا سوائني ما حتخمر للكم في عشر دقائق ما تطولش بالزاف و مبعد نعود نولي نكمل نضيف المكونات الاخرين هنا يمر مخمر لي هذيك الخالط هذك و راو و طلع كيمارا كم تشوفو طلع شوية خليت واحد دي مينوت كيم مقتلكم عشر دقائق سوف نزيد ربع مغارف كبار تعزيت زيتون كي مقتلكم لابات راح نضيفها شوية صحية بالفارينة الكاملة و نستعملو زيتون إذا قدرتوا بها بلافارين بلونش و محبيتوهاش صحية تقدروا تضيفها بالزيت نورمال هذك هذي ربع مغارف كبار تعزيت زيتون و بعد راح نضيف لهم تانيك الفارينة اللي قاعدت هذيك الفارينة اللي ققتلكم ثلثمية و خمسين قرام نحينا منها شوية مع الاول و اذا نكمل ننزيدها كامل ندر معاها الملح ما ننساش وهذا و شو نسحق فلابات تعي كي ماراكم تشوفوا مكونات سهلين ما ندر سليل الحليب بودر هذك ما و راح يجو بزا فخفاق داية نسحق وبرك و بعد راح نزيدو شوية تعال مباس كنا درت شوية حليب مع الاول و بعد ما درتش في بالي يعني ما درتش حسابة تعال الحليب اللي راح نطم به هلابات دل في بالي و بعد نكمل نطم بالماز انتم اذا حبيتوا تديروا الحليب سواء سواء هو اللي يطم لكم لابات قدروا تديرو حتى الكاس وربعة عقدة و بعد شوفوا اذا خص تزيدوا الحليب انا نطمها يعني ندير الحليب و من شبرايفان نطمها بالماء نزيد نكمل نطم هذا كوش قاعد لي بالماء نقعد نزيد الماء غير بالعقل و نطمها حتميتوا لابات تعي شوية طرية يعني طرية و شوية تلسق هدا وش حبيت نقصد تلسق لكم باش كي تشوفوا لابات تعيكم تلسق شوية عارفوا بلا حاجوكم المملحة المملحة تعكم ولا ولا اي نوع تع تعصى اللي درتو يجي خفيف بزق باسك لابات لازم مع اللولة تكون شوية تلسق هادي هي نطم لابات تعي نحيها من بعد مري سيبيون كيشوفها خلاص يعني مشي مخصوصة ما نحطها في و نبدأ نعجن فيها و انا اذا حبيتوا تديروها في البيتنا و لطموها كاريمة في البيتنا وتعجنوها تقدروا تديروها تخلوها تنعجن خمس دقائق في البيتنا اذا طميتوها باليد هاك دايا تنحوها و تبدأ و تدلكو فيها ولا تعجنو فيها بيد ديكم واحد تلتلتلتقائق ربع تقائق ما تسحقش بززاف عجين هاك داو تكون واجدة تديرو انا نبدأوا ننفاصوني فيها ننفاصوني فلي سوفليتها و انا 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 اعجنتها كما راكم تشوفوا يعني لاشي قلت لكم ديروها تلاسق مع اللول خاتشو مبعد كي نعجنوها وحدة وحدة راح تعود تحكم روحة يعني ما لو كنت نديروها ناشفا و انا بعد زيلتتعجنوها حتى نشوف لكم بززاف و جي تقيلة لاباتتاكم بسم انتم خففوها مع اللول طريوها و انا بعد مع العجين حتى تحكم روحة كما راكم تشوفوا ماذا سنفعل؟ نجيب كوبات ونقسم لاباتها يشاهدون 3500 غالرات الفانينا ستخرج لكم 8 حبات عسوفلي يعني لابات يخرجوا لاباتها تأتي رقيقة قسموها على 8 وما تخافوش يشاهدون كبار ومعمرين ويعمروا الكرش هادي نقسمها على 8 ونقسم كوايرات نكورهم باش نبدان نحل فيهم ونفاصوني فيهم كما راكم تشوفوني كمل تقسمت كامل الحبات التوعية سنبدأ نكور فيهم بهذا الطريق الليكم تشوفوا فيها نكورهم إذا حبيتوا هنا تخلوهم يريحوا تقدروا تخلوهم حت 5 دقائق هكذا ولا تقدروا ديركتومون تبدأوا تفاصلوني فيهم يعني معروف يعني ما يريحوا رح يجو خير وخير ماذا كنتم مزلوا بين تقدروا تحلوهم ديركتومون نجيب الفارين نرش شوية على الفارين نحط الكوايرة نرش شوية من الفق بالفارين ونبدأ نحل فيها هنا اللي يسوف ليكي معلها بالكم لازم يجو رقاق يجو هما كترتها يجو مع مورين بلاف أرس ما قدما رققتوا العجين قدما رح يجو خير ما تخلوهم شخشان رح يجو تقال شوية نظن كرقوا رابطتا عكم واحد نقدر نقول لكم ثلاثة ميلي متر يجو هاي لين هاكذا نكمن نحل بالحلال ونرقي قبيان العجين نتاعي وبعد نجيب تكتوكة تكتوكة قدرت هاي الثامبل يعني مش أنا ما مقدرت هاي ما تاع الفلفل قلاتو معدرتلو شوية الفاقال التوم كينلي حبت تكتوكها ببصر كينلي يحبها بالتوم أما تعلو فارساتي اولو لن حبها بالتوم كترتها بالتوم تقلوا الفلفل تخلوه يدبال وبعد تتقلوه شوية تعتوم والتقطعوه بالموس وتحطوه هاي تقلال و بعد يدروا حبيبات طماطيش اما قطعين تخلوها تكتوكة الطماطيش وتكون واجدة. ونجو فارسي وبها ليسوفلي تاوعنا. هنا يبينسوا نحبي نسلوهم شيء على فرماج رابي باش يجوبنا ليسوفلي. آآ هذا ما كان. آآ ليسوفلي اقتصاديا غير بتشكشوك أو شيء فرماج. وهيلي مزافة ليسوفلي هادو متحبود دهم معاكم في الخرجات آآ في البحار آآ آآ اكم تشوفوا يعني الليه اللي هي وجدوا وحدين وط الصباح يوجدوها متاع تمتم ويدهم. هنا يا راكم تشوفوا يعني ندير البيض على البيض. بعد نحبات على البيض سيباريتها نحيط البيض واحد ورح نغلق به الحبات كما راكم تشوفوا. والصفن دهن به ليسوفلي تاوعنا من الفق. هاكده راح تضمنوا بليليسوفلي ما يتحلوش في الفرطس كهين بزاف اللي يتحلو لهم ليسوفلي وخرج تخرج منهم لأفارس. سما هاكده هاي بالبيض على البيض راح يشدوا روحهم يقعدو شايدين لأفار متاعهم ما يتحلوش. هنا على بلكم يعني اللي سوفلي قايتك هاد من بكري يعني كي نغلقوهم جيبوا فرشيطة ونعبزوا بالفرشيطة ونغلقنا. هاكده كي يزيدوا يتزيرهم له. وهم اما يجو شابين عني له هادي وما اللي سوفلي معروفين بهات الشكل هادي. وش راح ندير دوك نحط الحبات على السوفلي تاعي هادي في السنة واب. نكمل نفاصوني كامل حبات الوخرين. ونعاود نولي باش باش ندهنهم من الفق. قبل ما ندهنهم لازم هنا يا أستوس نعطيها لكم بالكوردون راح تتقبو الحبات على السوفلي تابعكم. هاكده يعني قلت لكم مقبير ما من نغلقوهم بلو بيت تعالبيد. كي نغلقوهم ما يخرجناش متخرجناش لافارس. ما هاد طريقة حتتعاوننا كتر باش متخرجناش لافارس خاطش مع السخانة تقدر ما من البيت تعالبيد وما ما يفيتش فيها يعني يخرجوا لكم اللي سوفلي حيخرج منهم تخرج منهم لافارس تالما تكون سخانة فيهم. وما كاش منين يتنفسوا سوف تخرج الافارس. ما كنت تقبو الحبات على السوفلي من الفوق بالكوردون. راح تتنفس الحبات على السوفلي وما تخرجناش منها لافارس. دهنتهم من الفوق بصفر تحبابي اللي كندرت له شوية تأخل. توجدون قول لكم من ده شوية تأخل مع صفر تعلبيد. يعطي كولر شابة للمملاحات. ونا نرشهم من الفوق بسان وجول الجلجلان كي ما حبيتون منهم ولا اي نوع تعد لقران هادو ما تقدروا تترشهم الفوق. ونسخل الفورتاعي. انا نسخل طيبهم في الفورتاع الغاز. يعني نشعل النار من تحتان نزيد لها كامل. ليسوفلي طيب وكما البيتزا نزيدو لهم كامل. نحطهم ملتحتين الدرجة تحتانية. اللي طاش تحتاني. يتحمرون بلخف من تحت. نشعل لهم نزيد نطلعهم من الفوق. نطلعهم من النص ونشعل لهم من الفوق. نزيد له كامل. نخليهم يتحمرها تحميرها الشابة. ومعد كي خارجون. نحطهم فوق ينقريم وخليهم يتفاو شوية. وكي ما راكم نشوفوا يجوا بزا في شهو وش حال ببنان يعني هاد ليسوفلي هادو. ما نموت عليهم ستوف في الصيف. آآ هكذا كي ما خلكم تدوهم معاكم خرجات ولا البحر. جربوهم على بلح يعجبوكم. وعاكم تشوفوا وش حال يجوا خفاف. آآ ان شاء الله تجربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. وما تسجدون ناجم تابوني وتفعلوا الجرس بيش لحقوكم الوصفة بتوين. دخلوا لانستاغرام القروب فيسبوك لهم وتحتى ابوني فيهم. ولحقنا نهاية الفيديو. مقاليا نقول لكم تهلا في روحكم واتبقوا على الاخر.